مئات من مسلحي تنظيم داعش يسلمون أنفسهم مع أسرهم لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي حيث يعاني معظمهم من جروح ومن إصابات خطرة فضلا عن تعرض الأطفال لأمراض مزمنة في المقابل تعمل فرق الإسعاف على تقديم رعاية الصحية الأولية فضلا عن فرز المقاتلين منهم عن المدنيين من قبر قوات سوريا الديمقراطية روناك شيخي لديها المزيد في سياق هذا التقرير في نقطة قريبة من بلدة الباغوس تقف عشرات الشاحنات المحملة بمئات المدنيين الخارجين من آخر جيب لتنظيم داعش نظم هؤلاء الناس من عناصر التنظيم وعوائلهم يتحدثون لغات مختلفة فيما بينهم ويرفضون الحديث معنى أو الإفسح عن أسمائهم وجنسياتهم في ظل الحصار والجوع الذي فرد عليهم يعاني الكثير من أمراض مزمنة وخاصة الأطفال أم محمد امرأة عراقية قادتها الحرب إلى الباغوس لتخرج مع قوافل المدنيين وتروي حجم الألم الذي عانت في ظل الحصار والجوع والله يقولي يا دي كل شي ما عندنا أي والله كل شي ما عندنا شو كنتي شو كنتي عاشي بالباغوس مع تنظيم أكلوا شي ما كوا وهربت أكل ما كوا شي ما كوا يعني وإحنا تشلنا بحصيبة عندي الحمد لله واحد راح بي أبو صفار مات أبو صفار بعد صغير مات والحمد لله يا أمي منه اللي عندي ظل عندي هذا هو استعانة والله نريضة لتروح هنبي للطبيب الطبيب علي يفحص طفلا لأحد النساء الأجانب والذي يعاني من حالة جفاف شديدة حيث يقول أن الأطفال هم الأكثر تضرورا في هذه الحرب أنا من منظومة هلال الأحمر الكردي إحنا هون من منطقة الباغوس عم نستقبل العالم النازحين من منطقة الحرب عم نقدم الإصعافات الأولية طبعا عندنا حالات متنوعة أطفال عندهم سوء تغذية شديد أطفال متجففين في إصابات حربية كل شي نقدر نقدمه وإحنا هون نشتغله كل شي إصابات حربية نحاول لهم على المشافي ليقدم لهم العلاج الناتق الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بألي يشرف على إجراءات فرز المدنيين ويشرح لنا عن أوضاعه نحن حاليا بمنطقة استقبال النازحين أو المدنيين الذين يتم إجلاؤهم من داخل الباغوس وحدات خاصة من قواتنا تقوم بتأكد من هويات جميع القادمين فرز القادمين من كل من حسب جنسيته إصدار لوائح اسمية إخضاع الحقائب للتفتيش الدقيق اعتقال الإرهابيين فيما إذن كان هناك إرهابيين قد تسلم بينهم بالإضافة إلى قيام الهلال الأحمر الكردي بتقديم الرعاية الطبية للجرحة للمرضى للمصابين وأيضا الوحدات اللوجستية بقواتنا تقدم المواد التموينية والمواد الإغاسية لهؤلاء الناس فيما بعد بعد التأكد من هوية جميع الوافدين يتم نقلهم إلى مخيمات الإيواء في الحسكة العدد التقريبي اليوم أعتقد بالمئات اليوم العدد بالمئات برأيك عناصر التنظيم كان بينهم أكثر أم المدنيين؟ أغلبهم مدنيون المعظم الوافدين النساء هناك رجال أيضا قد يكون هناك إرهابيون قد تثللوا معهم لكن نستقل الجميع لأنهم مدنيين كانت هذه القافلة هي الخامسة على التوالي والذي بلغ عددهم ما يقارب لعشرة آلاف معظمهم من النساء والأطفال حوالي 15 شاحنة محملة بعواءل تنظيم داعش طبعا كما يدر قلفي معظمهم من جنسيات أجنبية وعراقية تقوم قوات سوريا الديمقراطية بفرزهم في هذه النقطة وأسعاف المصابين من ثم نقلهم إلى المخيمات روناك شيخي لأخبار الآن من ريف دير الزور الشرقي ترجمة نانسي قنقر